أعلنة الانضباط اليوم قررت بعد أن كنا قد اعلننا بالأمس أن قراراً سوف يصدر اليوم لنجت الانضباط بإيقاف حسين عبد الغني مباراة واحدة نقدم لكم الاعتذار لأننا حقيقة قد قدمنا ذلك حسب مصادرنا وحسب تأكيدات يعني في العادة عندما نؤكد شيء فنحن نثق فيه ونحن أكدنا هذا الخبر وفعله وما زلنا حتى الآن نؤكد بأن المصادر صحيحة ولكن ما حدث أن اليوم فوجينا بقرار مختلف أصدر رسمياً بالتأكيد سنترك التعليق لأصحاب الأمر وأما نحن فنقدم اعتذارنا حتى لو كنا متأكدين تعودنا نقدم لكم اعتذار إذا جبنا أخبار ليست صحيحة من حقكم علينا أن نعتذر لكم لأننا لم نعودكم على ذلك خصوصاً إذا أكدنا بعض الأخبار وهذا الخبر بالذات أكدنا أنطلاً لدينا مصادرنا إجمالاً اليوم قررت لجنة الانضباط إيقاف بعد النظر طبعاً في واقعة اللاعب حسين عبد الغني بعد طبعاً في كثير من المقدمات لكن نتجه إلى القرار مباشرة واللائحة التي استند عليها القرار تقرر طبعاً بعد اطراع اللين على لاحة العقوبات وعلى التصوير المرئي المشار إليه ولما كانت المادة أربع من لاحة العقوبات تحدد مجال تطبيقات اللائحة والمشهورين بها والمادة واحدة أربعين من لاحة العقوبات والتي تعاقب على مخالفة العنف حيث نصت بأن كل لاعب يهاجم بالدفع أو الركل أو نحوهما من المذكورين في المادة أربع من هذه اللائحة فإن المنسوبي طبعاً يتكلم عن الناس الذين داخلين بهذا القرار وحيث ثبت أن لاعب لدى النصر حسين عبد الغني قام بمهاجمة حارس مرمى الفيصلي تيسير آل انتيف بالمرفق بعد انتهاء مباراة الفريقين استناداً إلى التصوير المرئي الذي طلعت عليه اللجنة المرفقة نسخة منه بطي هذا القرار وحيث يعتبر ذلك الفعل مخالفة بموجب نص المادة 41 من لاحة المشارع عليها أعلى وحيث أن هذه المخالفة من اختصاص اللجنة بموجب المادة رقم 4 لذا قررت اللجنة بالأغلبية ما يلي وليس نشوف مرة ثانية الصور أولاً إيقاف لاعب نادي النصر حسين عبد الغني ثلاث مباريات رسمية في جميع الدرجات التي يحق له المشاركة فيها ثانياً قرار قابل الاستيناف وفق لايحة الاستيناف بالاتحاد السعودي ثالثاً يسري تطبيق هذا القرار اعتباراً من تاريخه رابعاً يبلغ هذا القرار للأمان العامة لتبليغه وإكمال اللازم هذا حسب اجتماع للانضباط وقرارهم